السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بساكم الله بالخير أبو راشد فلاح يوم جاء وقت الزراعة زراعة البر راح لأحد التجار اللي يدينون وياخذ منه نقود أموال فيشتري بها تقاوي له البذور ثم يذهب إلى الحقل وكان معه ابنه راشد يمكن عمره 16-17 وصاروا يحرثون الأرض يبذرون البذور ثم يبدون بسقاية هالبذور يوم من الأيام لا حرثون قدوم الجراد الجراد يهبط في المكان اللي يضوي عليه الليل فهو هبط في ذيك الليلة قريب منهم جدا فإذا وجد الأرض مبتلة ورطبة فهو يغرس ذيله في هذه الأرض ثم يبيض ويضع على شكل كيس يمكن الكيس في حوالي 100 بيضة وفي الصباح ينتقل على طول فيمر يأتي منه بعض الأضرار لكن يمر ولا يضر عندما ارتفع الزرع عند براشد قريبا 10 سانتي أو الحدود هذه البيوض فقست وطلع منها شيء يسمى الدبا وهو الجراد الصغير جدا وهو بأعداد هائلة ثم تزحف جموع هذه الدبا اللي يسمونها الدبا الجراد الصغير على المزارع فيقاومها الناس وفي قرية براشد هاجمت هذه الدبا على زروعهم وأكلتها خلاص هنا صارت خسارة كبيرة جدا في القرية ومن ضمن اللي خسروا زرعهم أبو راشد ما الذي حصل حصل أن زرعه تلف وبقي عليه الدين يوم من الأيام نادى ابنه راشد وكان في البيت أيضا أم راشد وعندها طفلة صغيرة ترضعها وعندهم أيضا ابنهم سعد اللي يمكن عمره سبع إلى ثمان سنوات أبو راشد يقول لولده راشد أنه رأى في المنام الرجل اللي دينه الدين كتب عليه الدين يسمونه كتب من أول وأصبح هذا الدين يؤرق ويقلق أبو راشد فلاحظ أن فيه حدرة يعني قافلة متجهة إلى الخليج وقال لولده راشد يا ولدي أنا أبا أنتقل مع هذول أروح أترزق الله عشان أسدد هالدين اللي علي أبو راشد مشه مع هالقافلة شارك معهم ومشه معهم صار راشد يبحث عن في الديرة عن عمل يبحث عن شي ما لقع حاجة فوجد أيضا في أحد البلدان القريبة قافلة أخرى لأن كل البلدان اللي حوال قرية أبو راشد كلها تضررت راشد أيضا لحق بوالده ما بقي في البيت إلا أم راشد وهالبنية الصغيرة وسعد الصغير هذا القرية الآن وما حولها أصيبوا بكارثة المجاعة فصار هذا الولد الصغير يخرج الصباح يروح منه ومنه لعله يجد شي خلاص ما عد فيه شي لكن أحد أصحاب المزارع اللي باقين عندهم من أخل وباقين عندهم أشياء قال تعال يا سعد اشتغل عندنا وانتبه الهذي قال تشتغل عندنا بربع الجازة مش معنى ربع الجازة أي ربع وجبة يقول راشد وهو المتحدث بالقصة يقول رجبع الوجبة هذه أشتغل من الصباح إلى المساء اللي هي لقمة عصيد وتمره وحده ما بخل فيهم لكن هذا الموجود عندهم يعني هذا قوتهم الآن عقبها الكارثة اللي حصلت في القرية كلها صار سعد هذا وهم وظفينه عندهم عشان الصغير يدخل على الحريم ويصير زي المراسل بينهم وبين أهل البيت في حوائجهم فصار سعد هذا ياكل لقمة هالعصيد ويحط تمره اللي يعطونه يحطها في كوة زرنوق اللي على الزليب في كوة يحطها أيضا في ليف عشان ما تاكلها النمل كما ذكر لي رحمه الله بعد ما يهدونه من العمل ياخذ هالتمره ويركض لمه البيت ماعد فيه إلا مواية وملح صارت الأم تحط شوي مواية وملح وتنقط في أثم هالبنية ولجأ سعد بهالتمره وش تسوي تمرس هالتمره في شوي مواية وتنقط أيضا في هالبنية هالبنية ذي ما تحملت وتوفيت راشد أبو راشد وصل إلى عينين اللي هي الجبال الآن وصار يقطع حصة على أساس المباني وما المباني على أساس يقدر يحصل له وتبعه ولده في نفس العمل هذه القصة يرويها لي سعد نفسه ويقول أنه أيضا في المجاعة اللي فيها البلد هذه مات فيها أطفال ومات فيها صغار والكبار في السن واللي ما قدروا يتحملون هذه قصة براشد طبعا بعد فترة أو بعد الله سبحانه وتعالى لطف بالبلد أفض عليهم الحياة والحمد لله رب العالمين هذه القصة تحصل في بلادنا فالواجب علينا يا أخوان أننا ننتبه ونحفظ هذه النعمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها من الزوال وأن يجعلها عونا لنا على طاعته وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ترجمة نانسي قنقر